الحاجة التانية واللي انا بستغربه هو احنا لما في 2019 قلنا فيه ظلم حصل وكنا واقفين في صف الحق ايا كان مين يطلع الوداد غير الوداد دايما الحمد لله الاهل كلمته بتبقى واحدة ودايما الاعلام الرياضي اللي بيمثل الاهل او اللي بيمثل الاعلام الرياضي في مصر لما بيكون فيه اضايا خارجية حتى لو مشترف فيها بيقول رأيه بحياد وبيقول رأيه في الحق ايا كان الحق مع مين لكن لانا اللي فوجاتي بالنسبة لي كان مبارح يعني انا عجبني جدا كابتن واقل جمعة مبارح عجبني جدا انه طرح نقطة مهمة جدا قالك الملعب على المستوى الفني لأ مش 50-50 الظروف كلها مش 50-50 اللي كان غريب بالنسبة لي الردود اللي كانت بتتقال مع الديوف اللي معاهي في الاستوديو يعني ازاي تطلع تجاهر بالغلط وتقول لأ الظروف متساوية ما انت اطرح لك 25 ألف وانت 25 ألف مين اللي قالي الكلام ده انت جدت الكلام ده منين يعني انت لما ترد على الكابتن واقل او ترد على الكلام ده بالنسبة للجمهور الاهلي يتبقى قاري ورق يتبقى عارف القرار طلع امتى يا اما ما تتكلمش لكن تقول لأصل 25 و25 ألف هنا وهنا مين اللي قالي الكلام ده يا رجل يا مؤمن ده تقالك 10 للأهلي و10 للوداد و20 ألف للجمهور العام حلو يا سيدي ماشي عطلال أوروبية السيستم بقى لتحجز بالتذاكر لا مغلق جواه المغرب بس ايه يعني الـ 20 ألف الجمهور العام مغلق في السيستم جواه المغرب بس يعني حتى لو واحد مشجأ أوروبية عايز يحضر النهائي مش هيرف يحجز يعني انت أصلا عامل مسرحية هزلية والناس كلها بتتفرج وبتضحك عارفة انها مسرحية هزلية النقطة التانية يعني الضف التاني يقول له ايه لا انت حقك وخدت التذاكر بتاعتك بس ما جالكش غير 3000 يا راجل يعني ايه خدت 3000 هو المطس لما بين الوداد والرجاء في الفاينال ما كانش هيتقسم للصن يعني هل انت متأكد لو كان الفاينال الوداد والرجاء كان الملعب مش هيتقسم للصن كان هيتقال جمهور العام ملعب نهاية الكونفيدرالية ايه اللي حصل في التذاكر نهضة بركان خد كم تذكرة الفريق التاني فريق مازنبي خد كم تذكرة الجمهور الناجيري اتوزع ليه كم تذكرة انتوا يا جماعة المعايير انتوا بتهذروا بتتكلمون جد وانتوا مش قاريين الوراء وعارفين القرار طلع ازاي ولا انتوا بتكملوا شكل المصرحية الهزلية والمصرحية والتمثالية اللي كلنا شفناها